كعادتهم يستيقظون مبكرا وعلى رصيف متعب كهذا تتقد آمالكم في الحصول على فرصة عمل ما الحرب وحدها تعمل وكأقل ما تخلفه آلياتها مجتمعات معطلة بل عاطلة عن عمل وأمل في الجوف كما في محافظة البلاد يقف هؤلاء بانتظار من سيأتي لأخذهم للعمل وكغيركم من عمال الحرج لا يعرفون عن إجازة عيد العمال السنوي شيء باستثناء الركض وراء لقمة هاربة لا تنتظر هي كل ما يعنيهم في زمن الجوع والقحط العثور على فرصة عمل أقصى ما ينشده هؤلاء في بلد نازف بالموت محتقن بالمجعة هنا في الجوف يعيش العمال خارج أرواحكم مثقلين بهم الحياة اليومية وقلق الحصول على لقمة العيش كخيار ضروري لاستمرار حياة أسركم الفقيرة ومطالبك التي لا تتجاوز حدود كسرة الخبز بدلاً من أن يكون عيد لنا أن نعيد أو نرتاح ونهذا خرقنا على أساس أننا هذه الراحة ما وجدت عندنا يعني لو ارتحنا فقدنا لقمة العيش وقدنا عن مصروف اليوم الذي نهنا نرتاح به ومع تزايد حدة الحرب المشتعلة بين قوات الحكومة الشرعية وجائحة الميليشيا تتوقف مصائر العمال على رصيف البطالة بلا عمل يقيهم حر السوق وقسوة الجوع فضلاً عن مخاوفهم من استمرار الحرب التي لا يقوون على مقاومة أزيز كائناتها المتوحشة سيما وأن الحرب بطبيعتها لعبة في يد الأغنية يدفع ضريبتها الفقراء المخذولين حد قولكم أمام هذا الهم اليومي الذي يؤرق العمال على وجه الخصوص لا أثر لبوادر انفراج للأزمة الخانقة التي يدفع هؤلاء العاطلون على رصيف الحرب والجوع ثمنها باكذاً فيما يمارس السياسيون اللعب بأعصاب الشارع التي تكاد تنصغر أمام هذا الهم اليومي الذي ترافقه المعاناة خلف الخبز والماء كأدنى ما يمكن أن يحصل عليه الفرد في عيدكم السنوي لا يعرف هؤلاء العمال سوى أنهم مجبرين بمهمة البحث عما يسد رمق أسركم التي تتظور جوعاً في زمان الحرب علي الجرادي قناة بلقيس الجوف